برج الجوزال يوم 1 مارس 20-23 انت رافع ادك للسماء وابتدعي على شخص اذاك وظلمك ونفسك يشرب من نفس الكاس اللي شربهولك انت كمان مربوط بشخص وانت مش عارف تحل المشكلة دي ممكن يكون الشخص ده بيجرحك وفيه دخول طرف تالت بينكم انت كمان فيه شخص وعدك وهيتمم وعده ليك وعندك حالة من العزلة مسيطرة عليك مش عايز تقابل حد عانيت وجيته على نفسك كتير فيه شخص بعيد عنك نفسك تشوفه وعلى طول بتفكر فيه بس هو على قلبه حجر من ناحيتك فيه حد بيقسيه عليك يا برج الجوزال ومال دماغه من ناحيتك بس انت سلمت امرك لربنا وقلت يا رب فيه شخص اتعاملت معاه وانتو اللي اتنين بتعانده في بعض ومحدش فيكم بيتنازل عن حقه وكل واحد بينتظر من التاني اللي اعتذار وانتو اللي اتنين عصبيين بس انت صعبان عليك نفسك منه علشان طول الوقت بيقلل منك وصعد الاخرين انت بتجي على نفسك عشان تسعد الاخرين طريقك تويل بس هترجع مرضي فيه قدر هيئج مع ما بينكم انت وشخص الشخص ده كوبي منك وهتستمتع بوجوده في حياتك انت مصر على شيء علشان تثبته عندك اصرار شديد في اثبات حاجة او كشف حاجة مصر ان انت تثبت جدرتك فيها وفيه كمان حاجة هتعملها وهتنجح فيها والمقابل مكافأة مالية انت بتدور على الاستقرار طول الوقت وعايز تبعد عن الناس اللي معطلينك وفي نفس الوقت هتقابل الناس هيغيروا حياتك والطريق اللي انت ماشي هتمشي للأحسن عشان انت جيت على نفسك كتير يا برج الجوزاء انت فيه كمان قرار نفسك تاخده من زمان بس قاني الاوان اللي انت هتاخده وهتاخده وانت مستريح من جواك لان كنت كل ما تيجي تاخد القرار ده كان فيه حاجة بتخوفك حاجة بتقلئك بس المرة دي هتتوكل على الله وهتاخد القرار يا برج الجوزاء عندك حركة التسير عالية السناد يا برج الجوزاء فيه رزق واسع جايلك وفيه حركات كتير هتعملها الايام اللي جاية هيكون فيها حاجات لصالحك كله هيكون لمصلحتك يا برج الجوزاء وهتسعى وربنا هيكرمك مش بس كده انت كمان هتغير حاجات كتير في حياتك وهتجددها وبكده تكون انتهت قرايتي ما تنسونش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بواي